اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية تواصل تردداتها في أسلاق الخام وبلومبرد تؤكد أهمية المواقع المستهدفة روحاني يدعو إلى تعزيز الصادرات غير النفطية وهمتي يؤكد أهمية تفعيل الشراكة مع أوروبا استقطاع اليونيسيف مبالغ كبيرة من ميزانية وزارة التربية والتعليم في صنعاء يفاقم معاناة المعلمين في اليمن أهلا بكم نشرت بكالة بلومبرغ تقريرا عن أهمية المنشآت النفطية السعودية التي استهدفتها الطائرات المسيرة ويعد خط الأنبيب المستهدف الذي يطلق عليه اسم خطي أنبيب شرق غرب من أهم مصادر تصدير النفط الخام السعودي بسان تراف أهلا بكم أنبيب النفط السعودية التي استهدفت بالطائرات المسيرة لها أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة بالنسبة للسعودية ومنطقة الخليج أنبوب النفط المستهدف المسمى خط أنبيب شرق غرب يعد خطا أساسيا لنقل النفط السعودي الخام عبر مئات الكيلومترات من حقول الإنتاج في شرق البلاد إلى موانئ التصدير غربية البلاد حيث المصافي وميناء ينبع المطل على البحر الأحمر هذا ما أكدته وكالة بلومبرغ في تقرير لها أنبوب النفط المستهدف يعد مسارا بديلا للسعودية كي تصدر نفطها بعيدا عن مضيك هرمز وتضيف الوكالة أن الأنبوبة لن يستطيع تلبية جميع متطلبات التصدير الحالية لشركة أرامكو العملاقة إلا أنه في المقابل سيحافظ على تدفق جزء من النفط السعودي إلى الأسواق إذا تم إغلاق المضيق خطو الأنبيب شرق غرب تقول بلومبرغ طوله 1200 كيلومتر يمكن أن ينقل نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا وتخطط أرامكو لتوسيعه لتصل ساعته إلى 6 مليون برميل ونصف برميل يوميا بحلول 2023 وتضيف الوكالة أن أرامكو ضخت عبر الخط العام الماضي مليونين ومائة ألف برميل يوميا لأنها تعتمد على نحو كبير على موانئها الخليجية لتصدير النفط بواسطة النقلات ووفقا لبلومبرغ فإن معظم النفط الذي يتم دخه عبر الخط يذهب إلى المصافي التي تكرره إلى بنزين وديزل بهدف بيع هذه المنتجات في السوق الداخلية وتصدير جزء منها إلى الخارج أهمية خط الأنابيب النفطي هذا تفسر حساسية الهجوم الذي تعرض له والذي يؤكد أن ميناء الفجيرة الذي استهدفت فيه نقلات نفط واشتعلت النيران فيها ومسار النفط الخليجي ليس بديلا آمنا وسليما عن نضيك هرمز لتأمين كل مصادر الطاقة التي يحتاجها العالم أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قادرة على تجاوز التحديات في ظل التضحية والوحدة مؤكدا أن الشعب الإيراني أعظم من أن يرهبه أحد روحاني وفي كلمته قال أن إيران قادرة على تعويض العائدات النفطية بصادرات السلع غير النفطية وشدد على أن الأمريكيين أخطأوا بحساباتهم في تحديد فترة زمنية لإخضاع الشعب الإيراني محذرا أدول الأوروبية من إيقاف العمل بتعهدين آخرين من بنود الاتفاق النووي إذا لم تنفذ تعهداتها قبل انقضاء المهلة المحددة من جاته قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن أسهل طريقة لتفعيل الآليتين الأوروبية إنستكس والإيرانية ساتما تتمثل في استيراد شركات الأوروبية النفطة من إيران أو في منح خط ائتمان المصدرين الأوروبيين لبدء التصدير إلى إيران همتي انتقد تقعوس الأوروبيين في تفعيل آلية التجارة مشيرا إلى أن حديثهم عن مساعي تفعيل الآلية أصبح عبارة مكررة وبالية داعيا إلى استخدام هذه الآلية لتصدير الأدوية في البداية إذا كان الأوروبيون قلقين من رد فعل واشنطن حذرت وكالة طاقة الدولية من أن انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية والبنزويلية سيؤدي إلى نقص في الاحتياطي العالمي وزيادة في الطلب على نفط منظمة أوبيك وفي تقريرها الشهري خفضت الوكالة تبقعاتها بنمو الطلب على النفط في هذا العام بمقدار تسعين ألف برميل يوميا إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل الوكالة رأت مؤشرات من منتجين آخرين على أنهم سيوفرون التدريجيا إمدادات بديلة للنفط الإيراني في ظل تشديد العقوبات الأمريكية أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن بغداد لن تتخلى عن الغاز الإيراني لحين الوصول إلى تحقيق الاكتفاء ذاتي وأن طهران لا تزال تزود العراق بالغاز والكهرباء جهاد قال لبكالة سبوتنيك أن بلاده تحاول زيادة إنتاجها من الغاز وتقليل صادراتها من المادة لكنها تحافظ على ورداتها من إيران حتى إيجاد البدائل إلى اليمن حيث اتهمت وزارة التربية والتعليم في صنعاء منظمة يونيسيف باستقطاع مبالغ مالية كبيرة من دون مبرر من الحوافز النقدية التي تقدمها المنظمة للمعلمين وطالبت الوزارة اليونيسيف بإعادة المبالغ للمستفيدين بشكل عاجل محملة المنظمة مسؤولية تفاقم معاناة المعلمين في اليمن فوجئ المعلم اليمني هاشم كغيره من المعلمين عند تسلمه حافز منظمة اليونيسيف للمعلمين باستقطاع المنظمة جزءا كبيرا منه من دون مبرر حيث تقاضى نحو 15 دولارا بالعملة المحلية من أصل 150 دولارا كحافز عن ثلاثة أشهر متأخرة إجراء أثار موجة من الصخط والاستياء تفاقأت بصراحة تفاقع كبير عندما أتي إلى الصرف وأستلب مبلغ 10 ألف ومائة ريال من مبلغ 61 ألف وثمانمية يعني ما يعادل 10 دولار أو 15 دولار من 150 دولار تفاقأت بصراحة تفاقع كبير جدا تم إذلال المعلم والتعمد في إذلال المعلم من بداية العام سنصرفه هذا الشهر يتلوه الشهر الآخر يتلوه الشهر الذي يليه وكانت حالة المعلمين النفسية صعبة جدا رغم عدم وجود المرتبات 40% من أصل 136 ألف معلم يمني تم استقطاع الحوافز المخصصة لهم من قبل اليونسيف والسبب كما تقول وزارة التربية في صنعاء تكلف المنظمة شركة بمتابعة سير دوام المدرسين من دون تنسيق مسباقة ورفع بيانات غير صحيحة وتعسفية كما تقول اتفقت اليونسيف مع شركة غير مؤهلة الرقابية أو التابعية غير مؤهلة للعمل الميداني وأيضا لا يوجد لديها أي إمكانيات تخدم العملية التعليمية نحو ثمانية أشهر من انتظار المعلمين منظمة اليونسيف لصرف الحوافز علها تخفف من معاناتهم في ظل الحرب وبعد طول انتظار يصل اليسير فيما المطالب والأصوات ترتفع لإعادة المبالغ كاملة لمستحقها لا حاجة لدى معلمي اليمن إلى حوافز مالية زهيدة تقدمها اليونسيف تعمدوا إلى إذلالهم بتأخير صرفها واستقطاع جزء كبير منها كما يقولون فهي في كل الأحوال لن تخفف من معاناتهم مع انقطاع رواتبهم أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين قال الرئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري إن حركة التصدير إلى العراق وسوريا في الأوينة الأخيرة عبر معبري طريبيل وجابر نصيب منعدمة تماما وأرجع سبب ضعف حركة التصدير للعراق إلى تذبد بالموقف العراقي أما انعدام الحركة مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن لاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر ويعد معبر جابر نصيب بين سوريا والأردن مهما لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط ككل أعلن رئيس المركزين الروسي والسوري للتنسيق أن الولايات المتحدة الأمريكية اختلقت مع الدول الحليفة لها أزمة الوقود في سوريا للتأثير سلبا على اقتصادها وأضاف الجانبان الروسي والسوري أن مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها السيطرة على الأراضي السورية سيطيل أمد الأزمة ويزيد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد ولسيما في توفير الاحتياجات الرئيسة للسوريين من طاقة ومن غيرها يستكمل مجلس الوزراء اللبناني مناقشة مشروع الموازنة العامة التي أثارت جدالا واسعا بسبب بنود تنص على اقتطاعات من روادب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين منه إضافة لتقليص في التقديمات الاجتماعية وتجري الحكومة قراءة أخيرة لمشروع الموازنة في جلستين برئاسة سعد الحريري على أن تنتقل بعدها الجلسة الثالثة والأخيرة إلى القصر الجمهوري في بعبدة لإقرار الموازنة يوم الجمعة وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حذرت الصين من إساءة استخدام استثناءات قواعد منظمة التجارة العالمية لأسباب متعلقة بالأمن القومي والتماد في تدبير الحمائية التجارية معتبرة أن ذلك يهدد وجود المنظمة بشكل غير مسبوق وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن حربه التجارية مع الصين بأنها نموذج للمفاوضات الأمريكية مع الدول الأخرى مشيرا إلى أن الرسوم ساهمت في ازدهار صناعة الصلب الأمريكي متابعا أن صنع المنتجات في أمريكا سيجنب الصناعيين فرض الرسوم عليهم أكد الرئيس الصيني تشيجينبينغ أنه ليس هناك صراع حضرات وسط تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة وقلق من تصاعد قوة الصين منددا بنظرية التفوق العرقي ويأتي خطاب الرئيس الصيني بعد أقل من أسبوع على مفاوضات تجارية بين واشنطن وبكين انتهت إلى رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمهورية على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية وردت الصين الاثنين مع الإعلان أنها سترفع الرسوم على ما تبلغ قيمته 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية اعتبارا من حزيران يونيو بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميدين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء